موسيقى أهلا بيك في برنامج انت حر في برنامج انت حر بنقدم رسائل تشجيعية وعملية للناس اللي ماشية في طريق التحرر من ادمان البرنوجرافي ومشاهدة المواد الاباحية الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن عدد كبير من الخطوات العملية اللي ينفع تعملها علشان تتحرر في حياتك تكلمنا عن ازاي انك تمسك الكذبة اللي انت متعود تقبالها تكلمنا عن فهم واستقبال الحق اللي بتقوله كلمة الله تكلمنا عن ازاي انك تاخد بالك من المنبهات اللي بتخليك تسقط في الخطيئة دي وتقدر تهرب منها اخر حلقة اتكلمت عن خطوة اسمها اتدرب على الهرب وقلت انك محتاج دايما انك تتعلم تهرب اول ما الخطيئة تيجي تخبط على بابك الرسول بوليس قال لتلميزه في تيموساوس التانية 22 اما الشهوات الشبابية فاهرب منها على طول ما تقفش تتناقش معها الخطوة اللي عايز اتكلم عليها النهاردة اسمها التصق بيسوع المسيح التصق بيسوع المسيح اعظم قرار ممكن تاخده في حياتك هو انك تدي حياتك بالكامل للمسيح اعظم قرار ممكن تاخده في حياتك انه كل يوم تكرس وقتك وفلوسك وزهنك وسلوكياتك وكل الدقايق اللي جاية والساعات اللي جاية في يومك ليسوع المسيح تقوله الوقت ده رب بتاعك طيب ازاي اقدر اكون متيقن انه انا بنمو في العلاقة الشخصية مع يسوع المسيح بسيطة ثلاث حاجات محتاج تعملهم رقم واحد وقت صلاة يومي واحنا اتفقنا ان انت محتاج تصلي كل يوم لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ترفض الكذب وتخسل ذهنك بالحق وتطلب قوة الله وانت بترفض الكذب وبتعلن الحق على حياتك وبتطلب قوة الله اطلب انه يسوع المسيح يرفقك طول اليوم حاجة تانية غير وقت الصلاة اليومي انك تتعلم انك تقرأ جزء يوميا من كلمة الله فيه أبليكيشنز كتير فيه حاجات كتير وكتب كتير بتشجعك على التأمل درب نفسك انه كل يوم لازم تقرأ جزء من كلمة الله ليه هي اللي بتخسل ذهنك وبتخسل حياتك المعلم المشهور رافي زكريز التقى بمرة مع واحد من الناس وكان بيحكي معاه عن المسيح وقال له الشخص دوت انه أصعب حاجة واجهها في حياته هي الوحدة وكان الرد بتاع رافي زكريز انه لو قررت تعيش مع المسيح انت مش محتاج تعيش وحيد بعد كده مفيش تجربة انت محتاج تعيشها لوحدك مفيش ألم وقت محتاج تعيشه لوحدك مفيش وقت ولا يوم يعدي عليك انت محتاج تعيش لوحدك ليه يسوع المسيح متاح ليلتصق بيك كل يوم تاثنية تلاتين بيقول آيات رائعة جدا ربنا بيكلم فيها الشعب عايزك تركز في الآيات دي كويس قوي وتخدها لحياتك الشخصية لان هي الخطوة المهمة جدا اللي هتساعدك على النمو في التحرر من ادمان البرنوجرافي الكتاب بيقول كده في تاثنية تلاتين آيات تسعتاشر وعشرين انه الرب بيقول للشعب جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا طيب الحياة دي اختارها ازاي ايف تحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به لانه هو حياتك هايزا شجعك انه في مسيرة نموك في الحرية من ادمان البرنوجرافي انت محتاج تلتصق بيسوع المسيح التصق بالروح القدس اطلب معيته اطلب انه يغرق يومك يملى وقتك يملى لسانك يملى عنيك يملى كل حاجة بتعملها معيت يسوع صمام امان للانتصار على كل منبه ممكن يهزمك معيت يسوع صمام امان يساعدك تنتصر على كل خطية ربنا يبركك ويكمل معاك امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة